سنروي لكم اليوم قصة عجيبة فيها عبرة عظيمة عن فضل الصدقات فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين يحكى أن ملكا أصدر أمرا في مملكته إن تصدق أحد بشيء لأقطعن يديه وذات يوم جاء سائل إلى امرأة فقال إنني جائع هلا تصدقت علي؟ فقالت له كيف أتصدق عليك؟ والملك يقطع يدا كل من يتصدق قال أسألك بوجه الله فتصدقت عليه برغيفين فعلم بذلك الملك فأرسل إليها فقطع يديها وفي أحد الأيام أراد الملك الزواج فقال لأمه دليني على امرأة جميلة أتزوجها قالت توجد امرأة ما رأيت مثلها أبدا ولكن بها عيب واحد إنها مقطوعة اليدين قبل الملك بذلك فأرسل إليها بالأمر فتزوجها وبعد ذلك أنجبت غلاما فحسدها نساء المملكة وأخبرن والدة الملك أن الصبي من رجل آخر فبلغت عن أمرها للملك الذي كان غائبا عن المملكة من أجل خوض المعركة أصدر الملك أمرا لوالدته قائلا خذي هذا الغلام واحمليه على ظهرها واضربيها وأخرجيها من المملكة إلى الصحراء وبينما هي تمشي والصبي على عنقها إذ مرت بنهر فنزلت لتشرب فوقع في الماء فغرق جلست تبكي من شدة هذه المصيبة المؤلمة فمر بها رجلان فقالا لها ما يبكيك يا أختاه فقالت نزلت للنهر لأروي عطشي فسقط طفلي في الماء فغرق فقالا لها أتريدين أن ندعو الله فيخرجه لك قالت نعم فدع الله عز وجل فخرج ابنها إليها ثم قالا لها أترغبين أن تعود يداك كما كانت قالت نعم فدع الله عز وجل حتى عادت يداها كما كانا من قبل فقالا لها هل من طلب آخر قالت لا تعجبت المرأة من الرجلان فقالت لهما بالله عليكما من أنتما فردى عليها نحن الرغيفان اللذان تصدقتي بهما حث الإسلام على الصدقات في مواضع كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ففي القرآن الكريم قال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه مسلم ترجمة نانسي قنقر